الخبر لو اللي عادنا اوكي واخيرا اليوتيوب لأول مرة صار بحياته عادل فمثما تعرفوا انه بسان اسماعي المطلطين في الستراك على قناتي ولكن كل هذه الستراكات هي معادلة فلهذا اليوتيوب يا حبايب شالي ستراكات من قناتي بعد ما سويت قدمت اعتراض فمثما شافين يا حبايب المقاطع اللي رفعت عليها الستراك رجعت حاليا للقناة وقالون تروحوا تشوفوها وتشوفونا ناسا سمجت غلطان بها اي شي وحمد الله القناة حاليا ما بها اي ستراك طبعا الشي ما تعرفوا يا حبايب انه قناة مملكة القصص من اكثر القنوات تعرضت للتهجم والتحريض بشكل مطبيعي انا متأكد كل الاشخاص اللي يكره ونرغم انه معادات قليلة ولكن مكر هوني الا بسبب تحريض اليوتيوبر عليا فقناتها 400000 تقريبا تهجمت من اكثر اليوتيوبر كبير والتحريض بشكل مطبيعي فبهذا الشهر بس يا حبايب قناتي تعرضت لأكثر من 9 ستراكات وطبعا هذا الشي يظرني بشكل مطبيعي سواء 4 ستراكات من ريدر ولكن بعدها الصالح نانويا وبعدها ستراكين من نورستار وبعدها كم ستراك من بيسان اسماعيل وطبعا هذا الشي يظر القناتي وتفاعل بها بشكل مطبيعي فهالالرقام حاليا حبايب قاد تشوفوها بمشاهداتي انا تقريب ان شتأجيب اضعاف اضعاف هذه الرقام بتقريب من قبل شهر واحد بس ولكن رغم كل التهجم والتحرض اللي تعرضت له خلال هذا الشهر او خلال فترة جاية الحمد لله الانطاني نعم وهي جيش مملكة القصص اللي بنسبع ليه هم اقوى جيش باليوتيوب اللي يبقفوا وياه الاخر اللحظة فطلع بسيط يا حبايب ان كل مقطع حاليا قاعدوا تشوفو بهذه الفترة نتمنى انوا تشوفوه وتحطوا لزر اللايك تشتركوه بالقناة تشوفوه اكثر من مرة اكثر من حساب حاولوا انتفجروا بالتعليق عاموا درجة تفاعل مثل ما كان وبس اكتبوا لشارككم بالاستراكات اللي ان شاء الله من القناة الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجآت اليوتيوبر فول اليوتيوبر اللي عادنا هو طارق الباشو فضيح تلبيسان وامها فصار تيوب مبارح فتحت بث مباشر الساعة بثلاثة بليل تقريبا وكل اللي شافوا البث لاحظوا انه اكو شي غريب صار والي هو ان السوم نارين طلع يعني من الواضح انه سار تيوب اكو شخص قاعد ينقلها الكلام بالبث المباشر وفلن هذي بستلع الصوت خافت وصدلت البث المباشر بسرعة ولكن طارق الباشو ننزل مقطع وفضح القصة بالكامل وفضح انه من هذا الصوت المينه بالضبط اللي رح حطكم الصوت اسمعوه وركزوا بي زين موجود بإثبتات ووازدت وطبعا سار تيوب صار تهدد ونعساسي عادها فضايح زالة 18 على النارين بيوتي ولكن من هسا يا حبايب حاب أقول لكم ان كل فضايح العادها هي فضايح كذبية ما عطا اي اشي علينا ولا على اي يوتيوبر مباشر اما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا فهو طارق الباشو مملكة القصص والفيديو كليب الجديد اللي رح ينزل للكوم يوم الاحد متأكد يا حبايب هذي المرة رح تنصدمون من قوة الفيديو كليب ومن قوة الاصوات اللي رح يكون مستوى كلش عالي حيزل الساعة بالاربعة فاكتبون يا حبايب لكم انتشقين 58 وهذي المرة رح تتوقون عن منو الدسترات الخبر الثالث اللي عدنا عن برغوم المراوي وهل هو تزوج فبرغوم نزع له سبب اللي ان انستجرام شوي تستوريات وبهذا السوري كانت كاتبي الحمدلله ولابس خاتم بايده وشال حظ امو جمال خاتم فهل هو فعلا نزوج او لا او مجرد قاعد يسوي مقلب فاذا حقق ان شاء الله الف مبروك او اذا كانت كذبة ابريل بما ان كل يوتيوبر حالين قاعدين كذبون مادرس طرح اكتبون يا حبايب بالكومنتات هل موضوع حقيقة او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نورمار على بيسان اسماعيل فبيسان نزعت على حسابها بالتك توك هذا المقطع وبهذا المقطع اللي الدخلين بيع التعليق رح تشوفون انه كل التعليق قاد يتهجمون عليها من جيش نورمار وقاد يتهجمون عليها لانه مثل ما تعرفون اك مشكلة صارة بيناتهم ومبيسان سبب نورمار وبيسان لا غير اسم نورمار من التعليقات اللي عادها فما درس طرح اكتبون يا حباب بالكومنتات هل تستعقد التهجم اللي تعرضت له او لا الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحة ماي الجمال هي انس الشايب وليهما ما زالوا يحبون بعض وهو من المتابعين اللي لاحظوا اللي ادخنوا على قناة انس شايب واؤد روح على حولurable لمحة رح تشوفون انه لكاتبه هذا الكلام وليهما نفس الكلام يKYاتبته ماي الجمال وخلاتها هذا الكلام نفسه تقريبا بالضبط فمن وضح للما 읽 وليهما من الوضح ان انس شايب الىها قادر ينسى ماية الجمال ومقعد يشيل هذا الكلام ومن المتابعين اللحظوا هذا الموضوع وصاروا ويقولون هل ممكن يكون موضوع خيان البيسان مادر صراحة تمونا يحبوا بالكومنتاج وشاركوا بهذا الخبر وحركة كتابته ومثلاته ومن نفس الكلام ووصلوا لحنا وصلنا إلى هذه المقطعات ومن أخراجكم ونسحطونا لكشاركوا بالقناة لا تنسوا المقطع طارق الباشا وشوفوا فضائح هناك وشوفوا الصوت المينو وبس جاكو هزين وقتنا للخصص ومع السلامة